وإحنا بنتكلم عن النادي الأهلي وتدريب فريق النادي الأهلي اللي انتوا شايفونه معنا دلوقتي على هواء مباشرة ولقطات خاصة جدا لتدريب فريق النادي الأهلي ووجود باتريس كارتيرو المدير الفني الفرنسي لفريق النادي الأهلي اللي بيتابع مران النادي الأهلي في هذه اللحظات ويمكن شفنا أيضا في هذه اللحظات دكتور خالد محمود طبيب فريق النادي الأهلي واقف مع مايكل ليندمان مايكل ليندمان المدرب الأحمال السابق للنادي الأهلي ممكن أن أعرف خلال الساعات الجارية وخلال اللحظات التي نحن معاكم فيها هل هيكون هو مدرب الأحمال الرسمي بالنسبة في الجهاز الفني الجديد لكن مراني الأهلي في هذه اللحظات تحت أنظار كارتيرون المدير الفني الجديد وبجواره أيضا كابتن حسام غالي المنصق العام لقطاع قرط القدم وعضو لجنة الكورة قرارات مهمة جدا وأنا شايف بصراحة أن هذه القرارات اختصرت عنصر الوقت في شكل كبير جدا لكن وجود ده ليندمان معهم كمان في المران ليندمان مش غريب وليندمان عارف لعبة الأهلي كويس جدا وعارف طبيعة اللعب المصري ليندمان وقاف مع دكتور خالد محمود والاتنين اشتغلوا مع بعض أيضا كمان داخل الجهاز الطبي والجهاز الفني مع فريق النادي الأهلي ليندمان بيرتبط بعلاقات وصداقات قوية جدا مع عدد من لعب النادي الأهلي وشايفينه قدامنا في الصورة رامي ربيعة مع ليندمان وأنا أتذكر موقف ليندمان ممكن أنا شفته عن قرب وكنت متواجد مع بعضة الأهلي في المغرب منذ سنتين عندما كان يقود فريق النادي الأهلي مارتينيول أو سلسة مواسم بالتقريب يعني كان مارتينيول مدير فن النادي الأهلي والأهلي كان بيلعب الوداد في المغرب والأهلي كسب 1-0 الأهلي سافر قبل المباراة بخمسة أيام وكان في ضغط مباراة كبير جدا لفريق النادي الأهلي خلال المرحلة اللي كانت الدورة بينتهي فيها في أواخر شهر 7 وكانت مباراة الوداد كانت في نهاية الموسم وكانت استكمال المشوار في البطولة الأفريقية أنا سألت ليندمان وسألت مارتينيول ليه سافرته قبلها بخمس ستة أيام قال لك عامل معسكر داخلي وتدريبات خاصة للاعاب النادي الأهلي مرضيش يعني انتفاصيل لكن جت في اليوم القابل الأخير للمباراة سألت ليندمان وسألت أحمد حجازي برضو كان لعاب في النادي الأهلي وحبيت أعرف منه هذه المسألة ليندمان قال أن خلال الخمسة أيام الفريق ما تمرنش بالكورة أو تدريبات بدنية إلا مرتين منزلش تدريب على ملعب إلا مرتين وخلال التلات أيام الأخرى الفريق لم يغادر فندق الإقامة وكلنا كنا خايفين وألقانين إزاي الفريق يقعد خمس ستة أيام في المغرب ما تمرنش غير مرتين ليندمان اشتغل بنحية علمية ودراسة مهمة جدا في علم المران أو التدريبات البدنية والأحمال البدنية أنك في مرحلة الضغط البدني وضغط المطشاط مهم جدا أنك تبعد عن كرة القدم حتى ما بين المباراة والأخرى أنك تفصل اللعيب عن كرة القدم وتريحها ذهنيا وبدنيا شوية بتدريبات أخرى في صالة الجيمة هتعوض المران البدني وفي نفس الوقت شفنا ده وشفنا قيمة ده في مباراة الوداد عندما فاز الأهلي على الوداد بهدف مقابل لشيه ليندمان ارتباطاته وصدقاته بعدد من اللاعبين كل هذه الأمور وأنا بحكيها لكم من الكواليس لما كنا متواجدين مع هذا الجهاز عن قرب مع فريق النادي الأهلي أنا بحكي ليه وبحكي هذه الكواليس ليه وهذه التفاصيل ليه وهو عارف طبيعة اللعب المصري والعابة النادي الأهلي ولما سألت حجازي قبل مباراة الوداد بيوم قال لي هتعرف وتشوف أداء لعاب النادي الأهلي في المباراة لما تشوف أو هتعرف ساعتها ليه الراجل اتمررنا مرتين من الخمس سيات وفعلا شفنا أداء بدني وشفنا أداء فني كبير جدا للعاب النادي الأهلي في هذه المباراة وفزع الوداد في معقله وفي وسط جمهوره في الرباط ملعب مولاي عبدالله بهدف مقابل لشيء وعادة بأغلى سلاسة نقاط من المغرب ما تقررتش حتى في سنوات كثيرة جدا مع الوداد تحديدا في المغرب فبالتالي ليندمان من المدربين المتميزين جدا احنا بننتظر الاعلان الرسم بس احنا بنتكلم بما ان الصورة قدامنا وشايفين ليندمان مع لعاب النادي الأهلي وعايز أن لكم وجوده مش غريب لأن بعد ما ميش من النادي الأهلي تواجد مع الفريق وجيه زار الفريق حوالي مرتين تلاتة ودايما صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيعلن عن حبه وبيعلن عن شعوره بالامتنان لوجوده مع النادي الأهلي رغم أن الراجل ده اشتغل في عنده كبيرة جدا في أوروبا فبالتالي تلقى القامات اللي هتكون متواجدة خلال الفترة القادمة أو حتى بتزوره النادي الأهلي بشكل ودي مفيدة للنادي الأهلي وبتختصر عنصر الوقت شايفين حتى قارتيرون وبتكلم مع كابتن حسام غالي الراجل كل المعلومات اللي هتكون تحت نظره خلال الفترة الحالية أنا واثق أنه في أقل من 24 ساعة يكون حط إيده على كل التفاصيل عشان يبدأ يشتغل بشكل رسمي ويبدأ يدي قراراته بشكل رسمي سواء في المعسكر سواء في القيمة سواء في اللاعبين سواء في الصفقات ملفات كبيرة جدا عايزة حاسم لكن كل هذه العناصر وكل هذه اللقطات اللي احنا شايفينها هتساعد بشكل كبير للراجل أنه يقدر يحفت رامي ربيعة طبعا بالتأكيد بنتمناله يا رب التوفيق خلال الفترة القادمة محتاجينه في خط الدفاع مش احنا بس اللي محتاجينه حتى المنتخب الوطني محتاجه بشكل كبير فترة القادمة لكن من اللاعبين اللي حظهم مسيء جدا يعني رامي ربيعة للمرة التانية او التالتة واحنا داخلنا على محفل دولي ومحفل عالمي كبير ما يكونش موجود يعني كاس أم أفريقية الأخيرة ما كانش موجود الكاس العالم ما كانش موجود أولمبيات قبل كده ما كانش موجود يعني حظه حظه سيء جدا لكن نتمناله التوفيق ربه تكون الرحلة أو السفر الأخير إلى ألمانيا بإذن الله تكون هي الأخيرة بإذن الله ويرجع لتدريب على ملعب مختار التتش طيب كارتيرون في هذه اللحظات بيفكر في ايه لو أنتم معايا وشايفين هذه الصورة وهو واقف مع كابتن حسام غالي وبيتابع تدريب فريق النادي الآلي برضو حسام يعني ما سابش الملعب من وقت كبير ده يمكن من أيام قليلة جدا فكل اللي موجودين في الملعب زميله وعارفهم وعارف تفاصيل كتيرة جدا عن الفريق وعن اللاعبين لكن الصورة دي ممكن توصف لك ايه أو تقول لك ايه ان خلاص بدأ العمل بدأ الشغل الجهاز الفني للنادي الآلي بدأ يقود الفريق خلاص خلال الفترة القادمة مباراة تاونشيب هتكون أولى المحطات الرسمية اللي هيبدأ الجهاز الفني يشتغل عليها كل هذه التفاصيل بالتأكيد مهمة جدا اللي احنا نعرفها لان مباراة تاونشيب مش بسلس نقاط ده بست نقاط الاهلي عنده نقطة في المركز الرابع في المجموعة خلف التراجئ المتصدر وكانبالا سيتي وتاونشيب فبالتالي الفوز على تاونشيب زهابا وإيابا في شهر سبعة ست نقاط سيرفع الرصيد إلى سبعة نقاط وبالتالي تبدأ مشوارك في البطولة الأفريقية فمجرد التوقيع والتعاقد وأن الرجل يكون موجود في التدريب ويتابع التدريب أو لين دمال حتى موجود بيتابع التدريب تقدر تقول خلاص أنت بتشتغل بشكل رسمي عشان تبدأ تحط إيدك على الملامح الرئيسية المتعلقة بفريق كرة القدم خلال الفترة القادمة وأنك إزاي هتحضر وإزاي هتجهز للمرحلة القادمة في ظل أنك عندك ست لعبين مش متواجدين مع الفريق لوجودهم مع المنتخب الوطني لكن مش هيأثروا بشكل كبير عن مرحلة الاستعداد والإعداد كلهم لعبة دولية لعبة كبيرة سواء سعد سمير أو مروانة محسن أحمد فتحي شريف إكرامي محمد الشيناء وكلهم لعبة كبيرة وباترس كارتيرون عرفهم كويس جدا لعبة المنتخب اللهم بعد تكون موجودة مع النادي الأهل في مرحلة الاعداد جونيور أجايي ووليد أزارو وباقة واللعبين الأجانب اللي أكدنا لا نية للتفريط في أي لعب خلال الفترة القادمة لجنة الكرة شايفة أن الأهل محتاج بطولات الأهل محتاج يرجع لمرحلة التتويج القري والبطولات العالمية محتاجين نرجع للقب اللي افتقدنا للأسف آخر ثلاث واربع سنوات لقب الأخصر تتويجا على مستوى العالم وعشان ترجع وتفوز بهذا اللقب لازم تقفل على فرقتك وتدعم صفوفك وتجيب أفضل لعبة وتقفل مسألة اللعبة والاحتراف الخارجي وأي لعب بيفكر في الاحتراف الخارجي لأن وجودك في النادي الأول وبالنسبة لك احتراف شايفين وليد أزارو انضم للمنتخب الأغربي منين؟ انضم للمنتخب المغربي من النادي الأهلي علي معلول هو آي نعم متواجد مع المنتخب التونسي صحيح مع المنتخب التونسي لكن انضم للمنتخب التونسي واستمر على مشواره واستمر في حاجز مكانه الأساسي منين؟ من موجوده في النادي الأهلي باقى وانضمامه للمنتخب الجنوب أفريقي منين؟ من النادي الأهلي جونير أجاية الذي لم يكن متواجدا نهائيا في قائمة منتخب نيجيريا حتى عندما كان يلعب في الصفاقسي وفي الدولة التونسي دخل إلى قائمة منتخب بلاده عندما تواجد في النادي الأهلي إذن النادي الأهلي بحطة جيدة للتواجد في البطولات الدولية مع المنتخبات الأفريقية مهمة جدا هذه النقاط اللي احنا نأكد عليها بالنسبة لجمهور النادي الأهلي ان النادي الأهلي محتاج كل لعيب خلال الفترة القادمة وفي نقطة مهمة قبل ما انتقل لي المنتخب والحديث عن كأس العالم من حسن الحظ ان البطولة الأفريقية ستنتهي في شهر نوفمبر والبطولة التي ستليها ستنطلق بعدها بشهر مباشرة وبالتالي فرصة جيدة لترتيب البيت من الداخل للفوز ببطولتين أفريقيتين خلال سنة وحيدة وبالتالي هتكون عندك فرصة للفوز ببطولتين وايضا كمان من دورة أبطال أفريقيا وفوز باتنين كأس سوبر أفريقي أربع بطولات تقدر تقرب فيها من ريال مدريد ده الطموح اللي بتفكر به الإدارة وده الطموح اللي بتفكر فيه لجنة الكرة في النادي الأهلي الأهلي عنده مشوار أفريقي مهم جدا وعنده بطولات مستمرة والنقطة اللي بأكد عليها ان الرجل ده هيكون مظلوم في بداية شغله ان هو يشوف قيمة الفريق وتقليص العدد لـ 25 وان يجب على اتحاد كرة القدم ان يبص لهذا الملف بعين الاعتبار لان انا عنهي الموسم في شهر نوفمبر بالنسبة لأفريقيا وهكمل الموسم أفريقيا في شهر 12 بنفس القيمة اللي أنا بدأ بيها محلي يعني القيمة المحلية اللي هلعب بيها السنة دي واللي هتدأ بيها الموسم المحلي في شهر 8 الجاي هي اللي هتكون ملزمة ليا في البطولة الأفريقية القادمة مش في البطولة الأفريقية يعني بالتالي اتحاد القرى لو بيفكر ان نادي مصري يعني أنا بتكلم على الأهلي بس لو اتحاد القرى بيفكر في نادي مصري يفوز ببطولة أفريقية ويتواجد في محفل دولي زي كهس العالم الأندية عليه أن يعي بعين أو يضع في عين الاعتبار عودة قيمة التلاتين حتى لو بشكل استراتيجي أو بمرحلة انتقالية لمدة سنة أو سنتين ثم تعود لخمسة وعشرين لابن عشان نعدل مرحلة الانتقالية القادمة لأن حتى اتحاد القرى عنده أزمة في تنظيمه وصابقاته المحلية والحج عامل حسين أكد ده نتيجة أن البطولات الأفريقية مرتوطة مع بعض في نفس هذا العام فملف مهم جدا قبل ما انتقل للحديث على المنتخب وبالتوفية رب البترس كارتيرون المدير الفني وإحنا معاكم حتى نهاية إطلالتنا الإخبارية إذا كان هناك أي جديد من النادي الأهلي طيب المنتخب الوطني والاستعداد للمرحلة القادمة لكأس العالم خلاص العد التنازلي ضربة البداية الجمهور والشعب المصري بينتظر ضربة البداية من المنتخب الوطني وأولى اللقاءات أمام أوروكوي بإذن الله زهر يوم الجمع عقب صلاة الجمع مباشرة بإذن الله الجميع سيصطف أمام شاشات التلفزيون لمتابعة أولى مباريات المنتخب بعد غياب 28 سنة بعد غياب 28 سنة مباراة مهمة جدا لمنتخبنا الوطني وأولى اللقاءات أمام منتخب أوروكوي